تحقيق التلمية المستدامة لكل البلدين على أسس تاريخية وجغرافية متينة منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي ولعل من أهم العوامل الرئيسة لتعزز هذه العلاقات الاقتصادية الروابط السياسية القوية بين القيادتين في كل البلدين والتي ساهمت في خلق بيئة مواتية للتعاون الاقتصادي إلى جانب مشاريع البنية التحتية مثل جسر الملك فهد الذي يسهل حركة الأفراد والبضائع مما يعزز التبادل التجاري وفي ظل الرغبة المشتركة لوضع الرؤى والتطلعات موضع التنفيذ أثمر المجلس التنسيقي السعودي البحريني برئاسة أولياء العهود في البلدين عن عدد من المشاريع الاستثمارية الكبرى في مملكة البحرين كما تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي من شأنها أن تعزز التعاون في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار وتسهم في رفض التعاون المشترك بما يدفع بعجلة التنمية الاقتصادية نحو مستويات أكثر تقدما ويلب التطلعات المنشودة هذه الشراكة الحقيقية ليست وليدة الحاضر بل متواصلة على مر التاريخ من خلال التنسيق المشترك والتعاون والتلاحم في مختلف المجالات تحقيقا لرؤية جلالة الملك المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين حفظهم الله جميع الأهداف توحدت وتطابقت الرؤى لتبقى العلاقات بين المملكتين عنوانا للعلاقات النموذجية الناجحة والراسخة على مدى الدهر وبما يؤكد يوما بعد يوم بأن المملكتين مرتبطتين كارتباط الروح بالجسد الجسد